اهلا بكم جوانا تعرضت لحاجات كتير جدا في الفترة اللي فاتت ولكن هل اللي جوانا اكتشفته هيغير من حياتها ولا استنى جاوب على السؤال في اخر الحلقة عشان تكسو الكورس اي داية وما تنساش تتابع حلقاتنا لنهاية رمضان يلا بينا اهلا بكم في الحلقة الثمانتاشر من الربي اي اللي ممكن نرأيه مع جوانا يلا بينا نعرف من خلال قصة The Hole in the Wall Part 4 جوانا قلن تبليف her luck She reached through the hole and plucked an apple from the tray Its skin was flawless and when she pitted into it the taste transported her pack to her grandmother's orchard Tears welled up in her eyes Word spread about Joanna's magical apples People flocked to her stall eager to taste the fruit that held memories of forgotten gardens They marveled at the sweetness the joistiness and the inexplicable sense of nostalgia Now listen and repeat اسمع وكاروورايا جوانا سيبه her luck She reached through the hole and plucked an apple from the tree Its skin was flawless And when she pitted into it the taste transported her pack to her grandmother's orchard Tears welled up in her eyes Word spread about Joanna's magical apples People flocked to her stall eager to taste the fruit that held memories of forgotten gardens They marveled at the sweetness the justness and the inexplicable sense of nostalgia What are the words today? The first one plucked and plucked means التقد as peck okay they came at peck flawless flawless something which is complete the items something which is complete the items pit into يعني يأخذ قطمة بسيطة orchards يعني بستان والبستان معروف هو المكان اللي بيكون فيه ظهور كتيرة وعبارة عن بعض الحاجات والبستان عبارة عن المكان اللي بيكون فيه ظهور كتيرة وزرق كتير زي الفواكه هما إلى ذلك willed up يعني تنهمر okay زي burst into بالضبط وهي اللي بمعناها ينهمر أيضا من البوكاء word spread up يعني انتشر يعني الخبر اللي جاء عنها انتشر في كل مكان في المدينة flock to يعني جاءوا بمجموعات توافد حتى احنا بقوله على مجموعات او اسراب الطائرات flocking okay فكلمة flock دينا معنى ان هما توفدوا باعداد كبيرة جدا على السطول بتاعها eager to عريص على شي okay to be careful of something inexplicable يعني ملوش تفسير غير مفووم nostalgia هي الحنين الى الماضي ايه قارة الجرامر اللي عندنا قارة الجرامر عندنا هي وال past simple سبق وشرحناه في الليفل الاول وفي الليفل التاني في بداية الليفل ده وهو يعبار عن الفعل في التصريف التاني تقدر تعرف اكتر عنها من الحلقات السبق ايه الامثال اللي عندنا؟ عندنا مثالين المثال الاول وهو جوانا current believe her luck هنا الماضي البسيط موجود في الماضي البرب وهو current الماضي من can ونفي باضافة not وده الابروفيشن فورم او الشكل المختصر current طيب لي believe ما جاتش في الماضية كمان؟ لان اي فعل بيجي بعد المودل لازم يجي في المصدر فعلشان كده قلنا current believe current جات في الماضي وبليف جات في المصدر بدون اي اضافات المثال التاني وهي people fluct to her stall fluct هي فعل regular باضاف D او ED زي ما انت شايفين فبالتالي هو للماضي من نها كلمة fluct كلمة advanced ومعناها جاء بعدد كبير او بعدد ضخم في الحالة النهاردة سؤال سهل جدا محتاجين منك تستخدم كلمة fluct في sentence تستخدم كلمة fluct في sentence هتكتب الجملة في comments تحت وما تنساش كل اجابة صحيحة بنقطة كل ما تزود عدد نقاطك كل ما هيكون لك فرصة انك تكسب كورس مجاني معنا او material for free او خصومات ضخمة جدا على الخدمات المقدمة من اعلي سوتيو كورسانو طايبين واصحركوا بسعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة